اشتركوا في القناة مشاركة المتخب الوطني لكرة السلة في نهايات كأس العالم المتخب الوطني يعني عم بضع اللمسات الأخيرة زي ما بتعرف احنا حيكون نهاية الشهر المقبل ان شاء الله البطول حتى تفتح في الصين كل الأمال كل يعني التوفيق للمتخب الوطني لكرة السلة كان فيه يوم أمس له تدريب الأخير اللي سار في صالة لمير حمزة في عمان قبل التوجه إلى عدة معسكرات منها راح كون له فيه معسكر بروسيا راح يلع فيه مع المنتخب الروسي مع المنتخب الإيراني أيضاً إلو معسكر في جمهورية لتشيك رح يلعب هناك مباريات ودية أيضاً رح يكون إلو فيه معسكر في تركيا يعني هذه المعسكرات باعتقاد أنها جداً مناسبة يجب أن نشوف من خلفي هذه التدربات صارت يوم أمس بتصوير كاميرا رؤية ضمت التشكيلة الموجودة كل نجوم المنتخب الوطني باستثناء المحترف أو المجنس تاكر اللي كان مفروض يوصل يوم أمس إلى عمان لكن فيه صار فيه ديلي بالطائرة اللي حتقله لذلك رح يكون هو يلتحق بالمنتخة أو المعسكر في روسيا معنويات اللعيب أنا من يوم أمس لحظت أنه معنويات مرتفعة في كتاب أن اللعبين عندهم حافز داخلي يعني عندما تزور تدربات مهند تكتشف مرات أنه فيه أمور إيجابية أو سلبية يعني خلص هدفهم لقب البطول 100% فكان فيه أنا حسيت فيه حافز قوي عند اللعيبة زي ما عم نشوف كمان المحترف في غلط السراي في فنار بخشة التركي أحمد الدويري اللي كان له فضل كبير مع عدد من نجوم المنتخب الوطني اللي كانوا تسلب التأهل لنهيات كأس العالم فيه كثير أمور مهمة محمود عبدين أيضا نحكون جاهز بس أنا مفضل فيه كان إنه مقابلات يوم أمس نعم نجوم المنتخب الوطني خيرين نشوف بعض منها ونرجع نكمل حديثنا عن تحضرات النشام أو سقر الأردن نعم لنهيات كأس العالم يلا نشوف المقابلات المشاركة احتمالية همية بالمية إن شاء الله طبعا لو ما صار إيه صوات ثانية أنا بـ 118 برجع مية بالمية من الإصابة وما بكون فيه أي خطر وبقدر أرعب وأنا مرتاح يعني إن شاء الله المعسكرات الهلأ راح يجي اللي هم من روسيا والشيك والتركيا ومعسكر الصين اللي هو قبل كأس العالم بتقدر تحكي هدول هم المعسكرات الحقيقية لأننا راح نلعب مع أفريقا مثل منتخب تركيا منتخب تشيك منتخب روسيا هدول يعني انتخبت هدول بنافسه على كأس العالم فإحنا راح نلعب مع أفريقا مستوها نفس مستوها جمعتنا فهذا راح ساعدنا ونعرف إحنا وين مستوانا بالنسبة لكأس العالم ضايل شهر لكأس العالم ما في مزح المعسكر بروسيا يعني اللي فلتاني هلا حيكون نتعود نلعب على ستال وأوروبا عنا بجروبنا دولتين من أوروبا وإن شاء الله خير يعني إحنا عم نعمل علينا وإن شاء الله يعني التوفيق من ربنا يعني إحنا مش رايحين نخصى إن شاء الله رايحين نعمل علينا رايحين نفوز عنا هدف تاني غير إنه وصلنا كأس العالم نوصل للأولمبكس إنه هلا صار زي ما تتع حكي إنه من نفس كأس العالم التصفيات بتأهل للأولمبكس وإن شاء الله خير يعني يا عرفين خاص محكوم في القوايا من أقوافرقة في العالم وعندهم لعبين خبرة عالمية مش بس بالمحل يتاعهم يعني راحنا عمضون من فرنسا ألمانيا وإحنا بس معسكرات أهميش إنه إنه معسكرات يعني فريق لسه جديد لسه عم نتحاول نتناسخ مع بعض زي ما أنت شايف فيها وجوه جديدة بالفريق في ناس يجوا قبل يومين يوم فيه عنه إصابات فيه لعب محترف لسه ما إيجا يعني مش راح تكون سهل لأنه هاي الفترة بس نعم قلت نازم نعمل علينا ونتحاول نتناسخ ونشوف شو أخطائنا مش عارة ما نعيد بالفقس عالم يعني حسام شفنا التدريبات تعملها بتجري يعني بطريقة نوعا ما جيدة صحيح فيه إصابات تعافت يعني فيه فيه قوة واضح من اللعيبة بموضوع المشاركة إيش توقعاتك يعني إحنا وين ممكن نكون ترتيبنا خلينا نكون شوي واقعيين بما أنه حتى الكرة كرة السل الأردنية يعني انتعشت من فترة بسيطة مية مهنة تحكي في مية المية صح يعني من المقابلات يعني من الأمور الإعجابية أنه محمود عبدين رح يكون إن شاء الله جاهز مية بالمية في نهايات كأس العالم يعني باركان يتدرب التمرينات اللياقة هو بـ 11-8 زي ما ذكر رح يكون متواجد بشكل جاهز مية المية مجموعتنا مستهلة احنا معنا علمانيا وفرنسا معنا الدومينيكان فمتخبات كلهم هم كير قوية احنا همنا أنه نحقق فوز في هاي الدور الأول من كأس العالم حتى نوصل للأدوار البعد يقول إن الترتيب يعني نوعا ما جيد ما بدنا كمان يعني نطالب اللاعبين أكثر من طقتهم بنحكي عن كأس العالم أفضل منتخبات العالم متواجدة في هاي البطولة فاحنا المهم إنهم من نشام غدموا مستوى جيد مستوى يكون ليق بالتاريخ كورتس الأردنية يعني فيه شغف من الجمهير فيه لهم أمل فيه حافز كبير من اللاعبين أيضا هاي كل هالمعادلة بتعطينا أنه إن شاء الله منتخب يكون جاهز جد 100% للبطولة الجاي معسكر أو المعسكرات اللي حيكون فيها المنتخب الوطني أنا بيعتقاد أنها جدا مهمة زي ما حكى الشباب محمود عبدين ومحمد شاهر أنه عم بيلعبوا مع منتخبات قريبة من المنتخبات الموجودة معنا احنا بنعرف روسيا يعني الهباع طويل بكورة السلة رحي لعبهم مع منتخب الجيك مع تركيا هاي كل هالأمور بتعطينا إن شاء الله أنه حافز أنه لعبتنا يكون في احتكاك أحمد الدوري هي التزم من بدري بالتدريبات والتمرينات زيد عباس أيضا نازم نحكي عنه يوم أمس سألت عنه المدرب الجوي وأكد أنه يعني عم بسارع الوقت حتى يكون موجود قبل النهائية هسام بقدر أحكي أنه وجود منتخبنا ويلعب مع هاي المنتخبات الكبيرة والعريقة والإلهباع طويل بكورة السلة يعني بقدر أسميه إنجاز؟ أكيد طبعا أنت توصل لكاشة العالم بأقل إمكانيات ومجموعتنا ما كانت سهلة فمحترامي لكل الرياضات الثانية يمكن السلة مش عم تأخذ وقتها أو تأخذ حجم الدعم المطلوب منها لكن يأطيهم العافي يخلف عليهم حتى مدرب الأمريكي جوي ستبينك وحتى مقبله كان سام دغلس كل هاي الأمور ساعدت من المنتخب الوطني عم بيكون اليوم متواجب بكسلح هسام أكيد نتمنى من المنتخب الوطني أفضل ما لديه فقط يعني ما منا أي إشي مناش نحدد إنجازات لكن اعطونا أفضل ما عندكو ثقتنا فيكو كبير وإحنا دايما معكو شكرا شكرا شكرا